وفي الدخل الإيراني أقدمت السلطات الإيرانية على هدم منازل المواطني في مدينة مشهد والحقت خسائر جسيمة تقدر بملايين دولارات وقررت السلطات هدم المنازل بحجة وجود هذه المنازل في حدود الأوقاف بينما نقل نشطاء حقوقيون إيرانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الهدم وتهموا النظام باستغلال الدين من أجل تنفيذ أجندة خاصة وقالوا إنه تهديد من النظام للمواطنين المحتجين كما اعتبر النشطاء بأنها خطوة همجية تهدف لتخويف المتظاهرين وإخماد الانتفاضة